ليس وراء الحرب السلام كما يظن كثيرون حيث أصبحت صناعة الفوضى فرصة لتجار السلاح من الدول والشركات وخصوصا في بلد مثل العراق لم يهدأ أبدا من احتلال إلى حرب على ما سمي بالإرهاب دفع ثمنها العراقيون غاليا إعلان الرئيس الأمريكي نهاية تنظيم الدولة في العراق لم يكن بداية لعمليات الأعمار فيه كما وعدت دول التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن بل أما طلث معاً سباق على عقود تسليح العراق بين رأسي حربة التحالف فرنسا وأمريكا وهو ما بدى واضحاً خلال زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى باريس الترحيب الذي لقاه عبد المهدي هناك لم يأتي من فراغ بعد توقيعه خارطة تعاون استراتيجي مع باريس تضمن لها ميزات عديدة أهمها بقطاعي التسليح والأمن وتكشف صحيفة لوفي جرواء الفرنسية عن خلافات بين فرنسا وأمريكا بشأن ملف التسليح العراقي مؤكدة أن باريس لن تتنازل عن مجموعة المدفعية المتقدمة المسمى القيصر التي نشرتها شمال العراق وتريد بيع أجهزة تنصت ورقابة حدود لبغداد في ظل معارضة أمريكا التي تصر أن تبقي هيمنتها على عقود التسليح العراقية وترى الصحيفة أن فرنسا تدعم عبد المهدي للتخلص مما سمتها الوصاية الأمريكية الإيرانية مقابل تسهيلات اقتصادية واستثمارية وأمنية تمنح لباريس في العراق أرض الفرص كما وصفه مكرون إذن لا شيء بالمجان لدى حلفاء عبد المهدي القدامى الذين يريدون الولوجة إلى سوق السلاح العراقية بدعوى رسم سياسة توازنات جديدة للعراق في المنطقة مستفيدين من أحكام عبد المهدي قبضته على وزارتي الدفاع والداخلية وهو ما يفسر الفوضى السياسية الجارية في البلاد التي تنام وتصحو على ذات الوجوه التي تحاول حلب ثرواته لآخر قطرة دون خوف من عقاب أو محاسبة